بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل متابعين قناتي قناة ياسمينة اليوتيوب وأخبار النجوم الخبر الأول معنا في حلقتنا النهاردة هو تحدي الفنانة إلهام شهين لمنا عرفها وطلقها محمود المهدي الحقيقة دلوقتي بنشوف للفنانة إلهام شهين تصرحات يمكن أكتر ما بنشوف لها أعمال فنية لكن من أنه نقرر أن نحن نشوف لها إن شاء الله السنة دي في رمضان عمل فني العمل ده مسلسل المسلسل اسمه بطلوع الروح بيتم تصويره في لبنان والأحداث الدرامية هتكون في دولة أخرى هنوهلكم عن أحداث المسلسل واللي بالتأكيد كتير مننا هيشوفه المسلسل بيدور حول مهندسة ألكترونيات بتضطرها الظروف إلى التواجد في جماعة إرهابية منظمة ومن هنا هبقى هتتصاعد الأحداث الحقيقة البصر الدعاء لإلهام شهين أو للمسلسل ده عمل انقلابها للسوشيال ميديا هو البصر اللي انتو شايفينه معايا دو إن شاء الله هنتبع المسلسل وهنتكلم وهنشوف تعليقاتكم ورأي الجمهور إيه عليه أما بخصوص موضوعنا النهاردة الحرب اللي شنتها يلهام شهين على مننا عرفة كلنا عارفين من بداية الموضوع إن الفنانة مننا عرفة لما حطت خطوط حمراء علشان مش هتمثل أي مشاهد ساخنة أو أي مشاهد جريئة الموضوع عمل لها مشكلة مع الفنان محمد نجاتي وكمان بالتأكيد مع زوجها محمود المهدي طبعا الموضوع ده عمل ضجة والكل عارف الموضوع ده وتكلمنا عنه في أكتر من فيديو لكن الفنانين انقصوا القسمين قسم مؤيد وقسم معارض طبعا من المعارضين كانت الفنانة إلهام شهين على الرغم من إنها ما ذكرتش اسم منه عرفة أو طريقها لكن الموضوع أخذ أكبر من حجمه وده لما صرحت إلهام شهين من خلال أحد البرامج وقالت إن الفنانة اللي مش عايزة تأدي المشاهد المطلوبة منها أحسن لها تقعد في البيت طبعا هي ما ذكرتش اسم منه عرفة ومن هنا تدخل محمود المهدي طليق من عرفة أو زوجها سابقا ودخل على خط الأزمة وقال حد يتجاوز إلهام شهين ويخلصنا منها طبعا في أهانة واضحة للفنانة إلهام شهين وهنا بقى تدخل أشرف زكي بصفته طبعا نقيب الفنانين واعتبر إن دي إهانة للفنانين وتدخلت على خط الأزمة الفنانة بدرية طلبة واتكلمنا عنها في فيديو قبل كده لكن الجديد معانا النهاردة إن الفنانة إلهام شهين رجعت ردت مرة تاني وأعلنت الحرب على منا وعلى طلقها وقالت إن هي ما جابتش سيرة منا ولا محمود المهدي واتحددتهم وقالت تتحدى أي شخص إن هو يقوم باستخراج فيديو تذكر فيه اسمهما وقالت كمان إن هو مش على الخريطة بالنسبة لها وما تعرفش من هو محمود المهدي ده وما بتعرفش كمان هو بيشتغل إيه وهنا زي ما سمعته هنا إلهام شهين أكدت إن هي ما تعرفش من محمود المهدي ده أصلا هو زوج من عرفة الممثلة هو ممثل مبتدأ هو قال إن هو هياخد إجراء قانوني رداً من حضرتك على الانتقاد لحضرتك انتقاتي ليه والمنا بسبب رفضهم للمشاهد الرومانسية في الأعمال أنا ما عرفوش عشان أنتقده أم ولا أنا عمري جبت إسمي من عرفة في جملة مفيدة ما عرفش يجب لي جملة مفيدة أنا قلت فيها كلمة من عرفة ما فيش الكلام ده ما فيش الكلام ده أنا الحقيقة ما بتابعش وما بعرفش إلي بيحصل على السوشيال ميديا وإذا الحقيقة استغربت جداً لأنني بالتأكيد هي بتتبع السوشيال ميديا وبتشوف كل أراء الجمهور بالتأكيد أمال هي عارفت منين رأي الناس في مسلسلها في البصر الدعائي للمسلسل اللي هي طارت في رمضان مش برضو من على السوشيال ميديا حاجة تانية الفنانة إلهام شاهين وغيرها من الفنانين والفنانات طبعاً بينشرها على السوشيال ميديا وخصوصاً مثلاً على الإنستجرام أو على الفيس أو غيره هي دي برضو مش تعتبر من وسائل السوشيال ميديا هل بيتابعوها أو لا أمال بينشر بصطات ليه عليها الجزء اللي انتم شفتوه ده من إستجرام الفنانة إلهام شاهين اللي مش بيتابع وسائل السوشيال ميديا خالص وده على أساس أن الإنستجرام مش من وسائل السوشيال ميديا لكن أنا أتحدى أن حد يجيب على ثاني اسمه أو اسمها لأن هما بالنسباني مش على الخريطة خالص وطبعاً زي ما قلت لكم هنا مستنية أسمع رأيكم في تصرحات الفنانة إلهام شاهين تعالوا مع بعض نتنقل على فقرة تانية في فقرتنا دي عايزين نقول الفنانة غادة عادل ألف حمد الله على السلام يمكن كتير منكم سمع أن هي كانت تعبانة فقرتنا دي اتأخرت شوية لكن هنقول للفنانة غادة عادل حمد الله على سلامت هنعرف مع بعض كان عندها إيه علشان كتير مننا ياخد باله من الموضوع دو الحقيقة غادة تعبت وهي في لندن غادة دخلت في مدخلة عاتفية مع الإعلامي عمرة يديب مقدم برنامج الحكاية وقالت وطمنتنا على حالتها الحمد لله أنا دلوقتي بقيت أحسن الحمد لله عرفت إن فيه ناس كتير بتحبني وأنا ما كنتش عارفة الحمد لله عرفت غلوتي الحقيقة عمرة يديب سألها سؤال محرق جدا قال لها طاليق المخرج مجد الهواري سأل عليك ولا لا فردت غادة بسرعة وقال وهنا بقى نتوقف عند الانفصال الحضاري ده وإن المعروف طبعا إن ناطاليق غادة عادل مجد الهواري سرح بحبه لي وإن هو لسه بيحبه ونتمنى طبعا في الفترة اللي جاية إن غادة ترجع لمجدي نفسي أفرح يمكن أكتر من زمان لو تعرف يمكن أنسى أني كنت كل حاجة في قلب هان قلبي عنوان حبك وانت نسيت اللي كان بس أنا تمام ووضح طبعا إن هما الاتنين لسه بيحبوا بعض نتمنى في الفترة اللي جاية إن هما يرجعوا لبعضهم موجهوا كلمة للفنانة الجميلة غادة عادل غادة عادل كان عندها نوع من البكتيريا واللي أثر على المسانة وكان هيأثر على الكلة وكان ممكن يسبب لها تسمم في الدم وفعلا وفعلا بدأ يأثر عليها لكن الحمد لله لحقوها وده لأن غادة في الأول طنشت خالص وده السيل المفروض كلنا ناخد بالنا منه لما نشتك من أي عرض مفروض ما نسكتش عليه وعلشان فعلا هي غالية عندي ناس كتير تعالوا مع بعض نتعرف أكتر على تاريخ الفنانة غادة عادي غادة من موليد 25 ديسمبر عام 1974 بدأت مشوارها الفني من خلال الأعلانات شركة غادة في عدة كليبات زي كليب برجعين لعمر دياب سنة 95 والمطرب هني شاكره شركته كمان في تصوير أغنية تخسري سنة 97 وشركة غادة في عدة أعمال منها زي مسلسل زي زين وده قبل انطلاقتها الحقيقية اللي جات من خلال دورها في فيلم الصعيدي في الجامعة الأمريكية اتولدت غادة في بنغازي بالليبيا عائلاتها مصرية لكن والدها كان بيعمل في ليبيا اتخرجت غادة من كلية التجارة والاقتصاد وده كان من جامعة قريونس بالليبيا وده علشان طبعا زي ما قلت لكم ظروف عمل والدها طبعا والدتها تقرب للفنانة شمس البرودي شركة فوزير أبيض واسود وقعدت غادة حوالي 3 سنوات بدون عمل وقعدت مرة تانية سنة 2004 بفيلم الباشا تلميز طبعا كلنا عارفين مع الفنان كريمة عبدالعديز وحسن الحسني اتجوزت غادة من مجد الهواري اكتشفها وقدمها للسينما كواجه جديد لها من الأبناء محمد وحمزة ومريم وعبدالله وعز الدين طبعا هنقول ما شاء الله لكن للأسف حدث الانفصال بينهم عام 2018 من أهم أعمال غادة عادل وللاقيت نجاح كبير جدا عند الجمهور أهل الكهف وخليج نعمة وملاك اسكندرية وعيال حبيبة وحمدا يلعب والباشا تلميز وأهواك ونادي الرجال السري وولاد رزق الجزء التاني وطبعا الأعمال دي على سبيل المثال وليس الحسن غادة قدمت لنا بعض المسلسلات النجحة زي قلب ميت ومملكة إبليس وزيزينيا ومبروك جالك ألأ ومن أهم الكليبات الجميلة اللي قدمتها سنة 94 كان مع عامر مونيب حبي بونيفيك ورجعين زي ما قلنا العمر دي بسنة 95 وتخسري مع هني شاكر سنة 97 والعيون السود مع ليله وفران سنة 99 في آخر الفيديو النهاردة بنقول للفنانة غادة عادل ألف حمد الله على سلامتها وبشكر كل الناس المحترمة اللي وصلت معي لنهاية الفيديو أتمنى دايما أن أكونوا عنده حسن زمنك ومنتظروني في حلقة تانية من قناة ياسمينة اليوتيوب وأخبار النجوم اشتركوا في القناة